قال وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تثمن ما حققته الصين من تقدم وتتطلع إلى الاستفادة من التجربة الصينية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانجي أكد شكري أن العلاقات بين مصر والصين دائمة وراسخة وقوية لافتا إلى تطرق مباحثاتهم الثنائية إلى عدد من مجلة التعامل المشترك نستمر في السعي لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا خاصة في مصر من حيث الرفض الكامل للنزوح المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري لهذا السراع العسكري على أرض غزة توفير المساعدات بدرجة كبيرة وهنا نشكر الصين على دعمها لقرار الذي صدر عن مجلس الأمن 2027 الذي يتيح للأمم المتحدة أن تصبح المسؤول عن التحقق من المساعدات ويسرع من دخولها إلى قطاع غزة سوف نستمر في التنسيق والتعاون للتعامل مع أساس القضية وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومن ضمنها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية